من أمثال القرآن الكريم يقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم يوم البعث والنشور إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني من الصرع والتلبس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الربا من أكبر الكذار وأعظم الموبقات وقد تأذن الله بحرب أهل الربا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله قال عليه الصلاة والسلام اجتنوا السبع الموبقات وذكر منها الربا ولعن صاحبه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه قالهم سواء رواه مسلم هذا الربا ممحوق البركة يمحق الله الربا يضرب الله عز وجل مثلا في هذه الآية مثلا لسوء مآل المرابي وشدة منقلبه في الآخرة وإلى حاله السيئة بالغة السوء عندما يقوم من قبره يوم الدين يوم يبعث الله الناس من قبورهم في نشورهم فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس المصروع الذي صرع الشيطان بالجنون فهو يعثر ويقع ويقوم وينكفئ على وجهه وهكذا الشيطان يتخبطه فيضطرب حالته كمثل المصروع والمجنون عقوبة له كما قال معباس رضي الله عنهما آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق مجنونا يخنق وقال أيضا يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب وقرأ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس طبعا أي سلاح ما عندهم شيء يوم القيامة يأتون ربهم عراتا بهما ما معهم شيء قال قتاد عن الآية هذه لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال تلك علامة أهل الربا يوم القيامة بعثوا وبهم خبل من الشيطان يعني الفضيحة أن المرابي إذا قام من قبره بين الناس الذين يقومون من قبولهم يعرف مباشرة بتعثره وتخبطه ووقوعه وانكفاء على وجهه واضطرابه وسوء حاله من أول ما يقوم من القبر من أول البعث والنشور عذاب فضيحة من أولها لا يقومون من قبولهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس المرابي عذابه في البرزخ أيضا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة قيل هي أرض الشام فانطنقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر نهر دم منتن خبيث فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده عيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا رواه البخاري كما أكلوا الربا في الدنيا أضعافا مضاعفا حتى عظمت في بطونهم كذلك في البرزخ يأكلونها صخورا تعظم في بطونهم وتثقل بها حركتهم لا يستطيعون أن يخرجوا من نهر الدم المنتن يأكلون صخور وراء صخور وعذاب وراء عذاب والحركة بطيئة ثقيلة لأن الصخور في بطنه هذا عذاب المرابي في البرزخ وعند القيام من القبر هذا عذابه قيل إنهم يبعثون يوم القيامة قد اتدفقت بطونهم كالحبالة كل ما قاموا سقطوا كل ما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم هذا هذه علامتهم يوم القيامة يعرفون بها ثم العذاب بعد ذلك في النار أشد 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 الآية فيها دليل على أن الشيطان فعلا يتلبس بالإنسان وأنه يصرعه طبعا هذه بمشيئة الله فأما من أراد الله حفظه لا يخذر عليه الشيطان ولا يستطيع أن يصرعه ولا أن يتلبس به وكثيرا ما يكون إهمال الأذكار سببا في تلبس الشياطين بالإنس الآية فيها عاقبة المرابي عبر عن أخذه للربى بالأكل قال الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الأكل أقوى مقاصد الإنسان في المال يأكلون الربى يأكلون ما هو يأخذون فقط يأكلون يأكلون الربى جشعا وحرصا وليس انتفاعهم به انتفاعا خارجيا لا يدخل في بطونهم يشترون بالربى طعاما لهم وكل لحم النبت من سحط فالنار أولى به هذا المرابي طعام من الربى ولباس من الربى وسكن من الربى وإنفاق على أولاد من الربى وأدخاره بالربى ولذلك وعيده شديد ونظرا لتلبسه بالربى يأكله صخورا في نهر الدم المنتن في القبر ويقوم كالمصروع والمجنون يتخبط هؤلاء ليس فقط يأكلون الربى لكن يشرعنون لأنفسهم أكل الربى ويجادلون في حله قال تعالى في الآية ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وهذه مقولة أهل الجاهلية الذين يعترضون على أحكام الله بل يكذبون على الله بل يقولون إن الله أباح الربى كما أباح البيع إنما البيع مثل الربى يعني البيع يجيب أرباح والربى يجيب أرباح لكن كذب على الله الله ما أباح الربى أحل الله البيع حرم الربى فبين تعالى بين الحكم الصادر عنه في إباحة هذا وتحريم هذا إباحة البيع وتحريم الربى وليس البيع نظير الربى لا تقيس الأشياء القياس الباطل لا تخلط تلبس الحق بالباطل وهذا الاعتراض على الشرع إنما البيع مثل الربى هذا مثل هذا خلط تلبيس تضليل لأنفسهم وللآخرين يريدون الاستحلال الذي يأكل الربى لا يريد أن يحس أنه يأكل الإثم وياكل سيئات بل يريد أن يطيبه لنفسه بزعمه فيحل ذلك بالقياسات الفاسدة إنما البيع مثل الربى فكذبهم الله فقال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الْرِبَةِ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا مثل هذا؟ البيع فيه اجتهاد واحد يشتري بأقل ويبيع بأكثر فالشراء فيه جهد والبيع والتسويق فيه جهد في عمل لكن الربى يقرض وينتظر لتأتيه الفوائد أضعافاً مضاعفة ويزيد في الأجل ليزيد له المقترض في الفائدة وإذا صارت الفوائد مركبة صارت أزيد وأزيد وأكثر وأكثر وتتضاعف مع الوقت والمراب جالس لا يحرك ساكناً لا يبذر لا يزرع لا يصنع لا يبيع يشتري صفقات لا يبني الربى هذا مهلكة لماذا صارت بعض الأنظمة الحديثة تذهب باتجاه الفائدة الصفرية لأنهم أدركوا أن تخزين الأموال في البنوك لأجل الربى وعدم التحريك مفسدة على الاقتصاد العام ولذلك لما اتجوا إلى قضية الفائدة الصفرية حتى يدفعوا المرابين إلى تحريك الأموال بالأعمال زراعة صناعة تجارة لأن الفائدة الصفرية معناه أنك لا تأخذ شيئاً على الودايع وهذا أدركوا مؤخراً الآن أدركوا مؤخراً وصاروا يحاولون الاقترام من الفائدة الصفرية وإذا رفعوا يعني ربع في المية نصف في المية سبحان الحكيم العليم سبحانه يعلم مصالح العباد الله عز وجل في الآية فتح الباب للتوبة يعني لو واحد تورط وفعل وزل وضل وعاند وكابر قال الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى بلغه نهي الله فالتعظ وتذكر وفهم رسالة الترهيب فانزجر فله ما سرف من المعاملة عفى الله عن ما سرف من تاب من الربى ولم يكن عالماً بالتحريم تاب الله عليه له ماله السابق ومن كان يعلم بالحكم وتاب يتخلص من الزيادة وإذا كان يحتاجها فهو أولى من غيره ومدام تاب تترك له تشجيعاً له على التوبة عند بعض العلماء إذا تاب وكان محتاجاً إليها ومن أراد السلامة يأخذ راس المال ويتخلص من الزيادات وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَكُلُّنَا أَمْرُنَا إِلَى اللَّهِ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ نسأل الله سبحانه وتعالى